موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي اقتصاد رسخ دولة قطر مكانتها التنافسية العالمية وذلك عبر طرحها لمجموعة من القوانين الكفيلة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأمر الذي يضمن تعزيز أفاق الاقتصاد الوطني وبمؤازرة ذلك واصلت دولة قطر جهودها الرامية إلى ضمان أمنها الزراعي والغذائي وذلك من خلال تبني برامج وانتهاج سياسات من شأنها تحقيق اكتفائها الذاتي من السلع الأساسية وفي هذه الحلقة مشاهدين الكرام من برنامج اقتصاد سيتم تناول الموضوعين بشكل منفصل مع سيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة في الغرفة أخوي محمد يا مرحبا بك في برنامج اقتصاد يا مرحبا وأهلا وسهلا بكم نشرف نبجودنا معاكم إن شاء الله إن شاء الله قبل ما نبدأ حوارنا معاك ضيفنا الكريم نروح معاكم ونتوقف مشاهدين الكرام ونشاهد تقرير يلخصنا التسهيلات التي قدمتها الدولة للمستثمر من خارج الدولة المتابة رسخ الدولة قطر مكانتها الرفيعة ضمن مصاف البلدان الأكثر استقطابا للإستثمارات الأجنبية ولم تتكرس هذه الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها البلاد دون أن يسبقها عمل مضن تمخض عنه ولادة بيئة تشريعية عصرية وبنية تحتية متقدمة إلى جانب تسهيلات مالية ومصرفية ميسرة أدت جميعها إلى تسلق دولة قطر أعلى هرم الدول الأكثر تنافسية في العالم فمن الصناعات التحويلية مرورا بالغذائية وصولا لتلك المرتبطة بقطاع الغاز والنفط كانت الدوحة وما زالت الملاذة الأكثر تفضيلا لدى المستثمرين الأجانب الباحثين عن العوائد المرتفعة على رؤوس أموالهم ولم تقتصر هذه الجاذبية على القطاع الصناعي القطري فحسب بل جاوزته نحو آفاق أكثر رحابة وسعة فالمستثمر الأجنبي يرى أمام ناظريه لائحة طويلة من المضامير الخدمية التي يمكن له من خلالها تحقيق العائد الذي يصبو إليه فالبرصة القطرية تمثل الوعاء الذي يخول تنويع استثماراته والقطاع اللوجيستي يحمل بين ثناياه فرص نمو استقبلية كبيرة عززتها القدرات الهائلة والمتعاظمة لكل من ميناء ومطار حمد الدولي أما السياحة فهي ذلك المجال الذي يمتلك ناصية القدرة على مضاعفة حجم ذاته مع مرور الوقت ومع ولادة التشريعات الجديدة التي سمحت بتملك الأجانب للمشروعات بواقع مئة بالمئة باتت البيئة الاستثمارية المحلية أكثر خصوبة وجاذبية من أي وقت مضى لاجتذاب الأموال والخبرات الجديدة وهو أمر سيفضي حتما إلى تكريس مكانة الدوحة كواحة استثمار وارفة الظلال حتى وإن كان العالم برمته ينوء بأفقال أزماته الاقتصادية مرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدنا هذا التقرير ونرجع مع ضيفنا سيد محمد بن أحمد العبيد ليعضوا مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الزراعة والبيئة في الغرفة وإذن مشاهدين الكرام حديثنا اليوم في برنامج اقتصاد حديث مهم وحيوي وأيضا سنشاهد ونتحدث مع ضيفنا الكريم عن التكامل بين القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي في الدولة نعود مع ضيفنا الكريم أخوي محمد دعنا نتحدث في البداية بشكل عام عن تطور اقتصاد دولة قطر والله الحمد منذ فترة طويلة وازداد هذا التطور ونقول مرة أخرى رب ضارة نافعة ما تعرضنا له خلال الفترة الماضية والله الحمد أصبحت هناك خطط طموحة خطط إيجابية خطط تنموية خطط نهضوية أتت إلى الدولة وأصبحت الآن على أرض الواقع نتحدث بشكل عام عن موقع دولة قطر في هذه الخطط طبعا كاقتصاد لدولة قطر الآن الكل يتكلم في ما يتعلق باقتصاد دولة قطر وقوة الاقتصاد ومسيرة الاقتصاد في نفس الوقت في دولة قطر طبعا رح نتكلم ما قبل مرحلة الحصار وما بعد مرحلة الحصار وكيفية الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يعني كان التركيز دائما شراك القطاع الخاص مع القطاع العام وكنا ننظر إلى السبل والطرق كيفية إدخال الشراكة ما بين الطرفين والذي دائما هذه الشراكة المتبعة في الدول المتقدمة لأن القطاع الخاص يعطي دور أكثر فيما يتعلق بالإنتاجية وتخفيض التكلفة من القطاع العام فكنا دائما نبحث عن هذه الوسائل والسبل والآليات للدخول والولوج في هذه الأمور طبعا دائما في إيجابيات وفي سلبيات لهذه الأمور فتبتدي تعمل لها فلترة بحيث أنك تصل إلى النتائج التي تنظر لها وتسمو لها من قبل الطرفين أنه كيف الأمور تعطي دور أكثر فكانت دائما توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تمين بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص نتعرف إحنا كنا نمثل كقطاع خاص يعني جزء بسيط من الدخل اللي هو الدخل الغومي لدولة قطر أو الناتج الكلي لدولة قطر فتنظر الدولة بحيث أنها أعطاء دور أكبر بفاعلية أكثر وتكون نسبة المشاركة للقطاع الخاص أكبر فكما رأينا في السابق أن بعض الشركات الحكومية تحولت إلى شركات خاصة أو أدخل فيها المواطن وأدخلت فيه لهذا ولكن لسه القطاع الخاص يحتاج إلى أليات شكلت لجنة تسمى لجنة تحفيز القطاع الخاص وهذه اللجنة مسؤولة عن كيف تدخل الشراكة وتحفز القطاع الخاص وتحل اللي هي المعوقات اللي واجهها القطاع الخاص مباشرة هذه تابعة يعني تحت معالي رئيس مجلس الوزراء من ضمنها أنا طبعا كعضو في هذه أمثل القرفة في هذه اللجنة لجنة التحفيز فكل المشروعات وكل التنموية تقع تحت إدارة هذه اللجنة أعلى من اللجنة اللي هي المجموعة الوزارية واللي رأس معاليه وفيها أغلب الوزارات اللي هي لها شأن وتتفاعل مع القطاع الخاص لها فيما يتعلق بالقطاع الخاص لتسهيل إجراءات طبعا عندنا قسمين هي في عندك أمور إجرائية وعندك أمور تشريعية وقانونية الأمور التشريعية والقانونية تأخذ دور وتأخذ مدد أفضل لكن أما بالنسبة فيما يتعلق بالإجراءات فهذه اللي هي نحاول أن نسهل المهمة فيها ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ولله الحمد يعني تشمل كل ما يتعلق بالقطاعات اللي هي التعليمية القطاعات الأمن القذائي قطاع الصناعي القطاعات الأخرى اللي هي الصحة والأمور اللي هي فيها استدامة للقطاعات والدولة والخدمات فتشمل كل الأمور ذي كيف إعطاء الدور الأكبر تخفيف الضغط على الدولة وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص للمساء بالإضافة إلى كما ذكرت تغرير أن حتى بالنسبة للقوانين أو المقدمة القوانين ذي تعرض في نفس الوقت القوانين والاستراتيجيات تعرض على هذه اللجنة قبل الاعتماد قبل اعتمادها وقبل هذا والأمور تنظر لها طبعا دور أحنا اليوم نتكلم كدور قرفة كقرفة صناعة قطر اللي هو الدور استشاري طبعا كل هذا القوانين مشركين فيه وإحنا على صفة دورية تتكلم أنت خاصة ما قبل الأزمة وبعد الأزمة صارت بالصفة يمكن خلنا أقول لك ليست بيومية 24 ساعة كنا في مرحلة ما يتعلق بالأمن القذائي أو كيفية الوصول إلى البدائل وإلى الموردين لدولة قطر أنت كنت كأمن قذائي أو استيراد 90% تعتمد على اللي هي الدول المجاورة فهذه الأمور كلها بحثات ونقشت وطبعا فيه أمور تقلبنا عليها فيه أمور جاري أن حلت في هذه المرحلة والحمد لله كما يرى الجميع أنه وين وصلنا أحنا إلى المرحلة نأتي إلى مرحلة ما بعد الحصار ما بعد الحصار نحتاج كنا نبدل كثير في قوانيننا الاستثمارية والتي تعلق بالقطاع الخاص وفيما يتعلق بالمواصفات لأن أنا هنا اليوم قرار استراتيجي أنا أحتاج إلى قذاء أحتاج إلى دواء فهنا تكاتفت كل الجهود بحيث أنك تنظر أن لا يكون عندك نقص اليوم أنت عندك أمن مائي وأمن قذائي وبالإضافة إلى اللي هي المواد اللي كانت تستخدم حتى يعني من ضمن الأشياء الرئيسية عندك 20-22 صحيح المواد الأولية اللي بتستخدمها إذا تكلمنا عن المواد الأولية الرئيسية فقطر غنية بذلك لكن المواد البناء اللي هي ونحتاجها لهذه هي كانت فأول بداية كان اتجاهنا كله على المواد القذائية والدوائية ومن ثم الأمور الثانية وكيفية التصنيع وكيفية عمل الاكتفاء الذاتي الحمد لله تضافرت الجهود وساهم القطاع الخاص وساهمت الدولة يعني يد إلى يد مع بعض إلى الوصول إلى ما نحن به الآن أخوين محمد دعونا نعود بالحديث عن موضوع آخر وهو القانون الذي تم قراره هو تنظيم رأس المال الغير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يتيح للمستثمر الأجنبي تملك المشروع بنسبة كاملة دعونا نتحدث عن هذا القانون وما هي حيثيات هذا القانون من كل الجوانب وخاصة من النظرة الخاصة بكل المستثمرين الذين سيتواجدون في المستقبل في دولات قطر بإذن الله طبعا القانون القوانين كثيرة من ضمنها اللي هو قانون الاستثمار الأجنبي أو تنظيم رأس المال الأجنبي بحيث أنه يسمح للأجنبي بالاستثمار 100% في جميع القطاعات كانت القطاعات محدودة والآن يسمح لا طبعا هذه القوانين كلها يعني تراجع وينظر لها الآن هو صدر كقانون بل الآن أنت في المراحل اللي هي التطبيقة وآليات التطبيق وفي نفس الوقت إلى يعني كيفية التطبيق والحوافز اللي تقدم قانون مثل هذا أنت طبعا نحن في دولة قطر متعودين كقطاع خاص حتى ونتكلم الآن هنا من منظور القطاع الخاص الدولة أصدرت هذه القوانين وأصدرت لهذا بحيث أنها يعني كيفية أنها تخدم القطاع الخاص بالإضافة إلى أنها كيفية كيف تحصل على فيما يتعلق بالمؤشرات التنافسية والتغييمات الدولية والأمور ذي اللي هي دائما تكون مفروضة على الدول خاصة اللي هما يسوونها الدول المرجن كانتريز فيما يتعلق بهذه الأمور كلها يعني نحتاج إلى كثير من البحث بحيث أن يجب أن يكون في هذا القانون كمرئيات للقطاع الخاص القطري يجب أن يكون ذو قيمة مضافة لجذب الاستثمار الأجنبي نحن دائما كنا نتطرق ونقول والله استثمار الأجنبي ما المقصود؟ مقطع كلمك بخير أنت الآن تحدثت عن نقطة مهمة موضوع القيمة المضافة ما هي القيمة المضافة المقصودة من هذا القيمة المضافة بحيث أن يعني يعطي قيمة لإقتصادك أكثر يعطي دور أكثر للقطاع الخاص ولا يتنافس مع الوضع أو القطاع الخاص الموجود الآن يجيب منتجات مثلا غير موجودة يضيح لا تنظر هنا إلى القطاعات أكثر ليست فقط كمنتجات من ضمن منتجات وقطاعات يعني اليوم أنا أحتاج إلى قطاع التصنيع يعني الصناعات هذه أحتاج إلى من يستخدم المواد الأولية التي هي قطر قنية بها وقطر في نفس الوقت تقدر تخلق لك تنافسية في الخارج يعني اليوم اللي هي اليوم لما نتكلم عن البتروكيمويات واللي هي الصناعات الداونستريم اللي تسمى بالهذا بحيث أنك أنت المواد الأولية المتوفرة عندك وتنافس فيه في العالم يعني اللي هي البولياثيلين المنخفض والعالي وزائد الملمين زائد عندك الغاز والنفط والحديد الألمنيوم هذه هي مواد أولية تجدها بالمستثمر بحيث أن يستثمر ويصنعها ومن ثم يطلع لك بمنتج ذو قيمة مضافة يعني مثل برميل البترول أنت اليوم لما تكرره شو تطلع منه مواد كثيرة يعني اليوم لما تشتري يمكن بخمسين ولا بستين دولار لكن يباع بأكثر من سبعمة ثمانية دولار فهذه هي ما يسمى بالقيمة المضافة والاستفادة منها قدر الأمكان خاصة أنها أن الدولة والحمد متوفرة في هذه المواد الأولية وهذه هي من ضمن الأشياء التي نركز عليها اليوم أنت لما تخلق صناعة في دولة قطر طبعا نحن لا ننسى أن السوق القطري يسوق كسوق قطري محدود صغير لكن اليوم في عندك حوافز وأولويات وتشجيع من الدولة بحيث أنك تجذب المصنع يصنع هنا اللهم نحتاج إلى بعض التسهيلات في الإجراءات وفي الأمور ذي كلها إجراءات التي تتعلق بالمنتج والتصنيع والأمور خفض التكلفة في هذه الأمور ومن ثم عندك أنت منتج يكون منافس في كل العالم فهذه هي ما يسمى بالقيمة المضافة لما أنت تفتح الاستثمار للأجنبي هذا هو الأجنبي اللي إحنا نترى قبل يكون في قيمة مضافة الاقتصاد القطري أما والله إذا واحد بيجيني والله بيدخل على القطاعات الصغيرة التي تنافس أنت في المحلي هذا لا توجد فيه لمضافة ولا تخدم أصلا حتى اقتصادك المحلي فهذه هي اللي إحنا الآن طبعا ننظر فيها ننظر أنه كيفية جذب كيفية تشجيع المستثمر الأجنبي لذلك وطبعا هذا يحصل عندنا إحنا في قرفة تجارة قطار عندك وفود إحنا ما شاء الله عندنا يمكن باستمرار باستمرار المؤتمر الذي سيكون في بيروت إن شاء الله هذا المؤتمر الاقتصادي العربي طبعا نحن كقرفة نمثل القطاع الخاص وفي نفس الوقت جزء من القطاع الحكومي سواء في الخارج أو في الداخل جميل هذا التواصل باحمد مع القطاعات الأخرى في مختلف الدول العربية بحيث يتم أيضا تبادل التجارب الموجودة تبادل الخبرات بين الدولة والأخرى وفي النهاية تحديد الشيء الأولويات في الدولة نحن نتواصل معك شو بالتواصل ليست فقط مع الدول العربية نحن نتواصل على المستوى العالمي والدولي تجد في اجتماعات وتجد في لقاءات كثيرة مستمرة خارج دولة قطر وداخل دولة قطر على المستوى العالمي بأكمله نعم نحن نتواصل معك أخوة محمد لكن متوقف معكم مشاهدينا الكرام مع فاصل قصير ونرجع نواصل برنامج اقتصاد فاصل ونواصل يا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام متواصلين معكم في حلقتنا في برنامج اقتصاد مع السيد محمد بن أحمد العبيدلي لربما تحدثنا قبل الفاصل أخوة محمد عن موقع دولة قطر اقتصادي خلال الفتر الماضي والخطط الاستراتيجية التي وضعت لتطوير ونهضة الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات ولربما من أحد الآثار الإجابية والقوانين الأخيرة التي تم الحديث عنها وإقرار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري دعونا نتحدث ونشاهد هذا الموضوع من منظور آخر أهمية توافد المستثمرين الأجانب بدولة قطر وإدخال رؤوس أموال أجنبية من الخارج إلى الداخل في دولة قطر أهمية هذا الموضوع ما هو أين يكمن وما هو مردودها أيضا على المستثمرين الموجودين هنا في دولة قطر شوف يعني هو دخول المستثمر الأجنبي يعني إحنا دائما نقول هذا شيء مهم للاقتصاد لأنك راح يصير في عندك تنوع في الاقتصاد وأكبر رقعة للتوزيع في نفس الوقت يعني اليوم أنا أنظر بحجم دولة قطر طبعا من ناحية اقتصادية قوي جدا الاقتصاد قوي جدا الدخول قوية كمساحة تنظر لها الأسقيرة بس ممكن أنك تستخدمها كمركز أقليمي فأحنا نحتاج للمستثمر الأجنبي اللي هو ممكن أنه يستخدم أو يعني ينتفع بالحوافز اللي تقدمها لحكومة دولة قطر ومثل ما ذكرنا سابقا المواد الرئيسية الأولية اللي متوفرة في دولة قطر بحيث أنه يخلق له هنا سواء كان مقر تجاري أم مقر صناعي بحيث أنه ممكن الاستيراد وإعادة التصدير أم التصدير هذا هو المنظور اللي احنا ننظر له وهذا ما أقول لك أنا فيه سابقا أنه القيمة المضافة خاصة في ظل وجود اليوم البنية التحتية اللي يتطلبها المستثمر يعني من مينة حمد من مينة رويس طبعا هذا اللي أنا هذا اللي كنت أريد سألك عنه أخوة محمد يعني خلال الفتر اللي راحت يعني ولله الحمد في دولة قطر شاهدنا فتتاحات ضخمة وكبيرة لموانا ومطارات ومرافق يعني أمور كثيرة ولله الحمد كبنية تحتية أصبحت قوية وكبيرة في دولة قطر أهمية هذا الموضوع ومدى ارتباطه بجذب أيضا المستثمرين من الخارج عندما يوجد مطار قوي خطوط طيران قوية ميناء قوي مطار قوي وغيرها من الأمور التي من الممكن أن تحسن وتكون جاذبة للمستثمرين الخارجين أخوة محمد شوفه دائما يجب أن تكون البيئة الموجودة عندك بيئة محفزة وجاذبة ومتكاملة ومتكاملة صحيح اليوم إذا اكتملت عندك البنية التحتي وكتملت عندك الإجراءات وخفت التكلفة هذا اللي هو الأجنبي المستثمر يبقى يستفيد أي تاجر اليوم لما يدخل أي سوق يحتاج أن يستفيد اليوم عشان تجذب هذول المستثمرين أو رجال الأعمال اللي هم في دول يعانون في كثير من الغلاء اللي صار أو التضخم في الدول الأخرى يبحث له عن أسواق أخرى فيها طبعا فيها انخفاض في تكلفة العمالة فيها انخفاض في الطاقة فيها انخفاض في اللي هي ما يتعلق بالبنية التحتية بحيث أنه يقدر يستخدم ويقدر يصدر ويقدر يدخل للمنافسة هذه إذا توفرت كل هذه المعايير فأصبحت عندك البيئة جاذبة يعني الاستثمار تصبح عندك جاذبة يعني طبعا الدولة وفرت الآن البلد التحتية الآن نحن في إصلاحات كثيرة يعني فيما يتعلق بالإجراءات الآن ننظر إلى كيف نسوق فيعني نحن يدم بيد مع الدولة كقرفة تجارة وصناعة قطر في كل ما يتعلق بهذا الوفود أو المؤتمرات الخارجية والداخلية يعني الترويج والتسويق لدولة قطر وعامل الجذب كيف بحيث أنك تشجع على الدخول في السوق القطري واستخدام كل ما يتعلق بالخدمات الموجودة في السوق القطر نعم ما هي طبيعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي من الممكن أن تتواجد وتكون موجودة خلال الفترة المقبلة في السوق القطرية أخوي محمد والله يشوف اليوم نحتاج إلى كثير فيما يتعلق من اللوجستيات واللوجستيات التي هي المحترفة خليني أقول اللوجستيات التي هي بحيث أنك تخلق وتعمل قطر كمركز أقليمي اليوم بوجود بجودة عالية بجودة عالية بالإضافة إلى وجود مينة حمد بالإضافة إلى مطار حمد في نفس الوقت هذا ما يشجع اليوم هذه اللوجستيات وهذه الخدمات التي ممكن توفرها للمستثمر يعني أنت أسرع شيء اليوم قبل لا تدخل في التصنيع ممكن أنك تجذب مستثمرين تجاريين اللي هم عندهم تصدير وعادة تصدير وهذه الأمور وخاصة لما تفتح الأسواق اليوم كلنا ننظر إلى الأسواق اللي هي متعطشة للمنتجات في المنطقة صحيح وأكثر الأسواق اليوم جاذبية واللي كلهم متجه عليها اللي هي أفريقيا تتعرف الطلب فيها كبير التسهيل فيها أكثر للدخول في هذه بحيثنا كمنتجات وكمواصفات وكأمور يعني خاصة اللي هو ومن يبتدى في الصناعة فالسوق مفتوح لهناك بالنسبة للسوق للتصدير وعادة التصدير ومن ثم نتجه إلى اللي هي التقنيات العالية يعني التقنيات والتكنولوجيا والأمور ذي وبالإضافة إلى الصناعات هذه اللي هي ننظر لها للمستثمر الأجنبي اللي يدخل عندك فيها في دولة خطر صحيح لربما هذه الأزمة كانت يعني فتحت أفاق كثيرة مع مختلف الدول منها سلطنة عمان الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ما هي أفاق التعاون الاستثماري بين دولة الكويت وسلطنة عمان خلال الفترة المقبلة في ظل هذه التسهيلات الاستثمارية الموجودة في قطر ننظر إلى كيفية يعني خاصة بالذات اليوم الكويت وعمان اللي هم وقفوا معنا في هذه المحنة اللي مرت بها دولة قطر والحصار الجار على دولة قطر بحيث أنهم كانوا يعني متوازنين في القرارات والوقفة مع دولة قطر فمن ضمن الأشياء الوفود اللي أتتنا خلال الأسبوع اللي راحل طبعا فيه وفود عمانية وفي وفود من الكويت بحيث أن نخلق الآن للصناعات كما ذكرت لك احنا عندنا في قرفة تجارة وصناعة قطر ما يسمى بصنعة في قطر يعني نأخذ كل معرض صنعة في قطر تحت رعاية سمو الأمير وبدأنا فيه نخرج فيه للخارج وليست فقط دولة قطر والآن يمكن النسخة القادمة ننظر فيها يعني الدراسة طبعا الآن ننظر فيه الاتجاه إلى أفريقيا فمن ضمن الأشياء اللي هي احنا يعني نبحث مع الأخوان أنه كيف يكون فيه تكامل بيننا وبينهم فيما يتعلق بالتصنيع والتجارة يظل ما سمي بصنعة في قطر كصنعة في قطر لكن كيف نتضافر مع البعض في الجهود بحيث أن ندخل الأسواق بعدد أكبر من اللي هي الدول الحليفة لدولة قطر مثلا على سبيل المثال يعني عندك تركيا على عمان على الكويت على الدول هذه اللي تختار قطر بحيث أنها تكون لما تقدم أو تعرض في صناعة أو صناعات تكون قوية ومحفزة وفي نفس الوقت جاذبة للجهة اللي أنت بتعرض فيها أو الدولة بحيث أننا سنويا تتجه وإحنا لنا الآن صارت خبرات في هذا المجال كقرفة ونحتاج أن نطورها مع الأخوة في الدول الشغيرة أخي محمد ربما هذا الحديث عن هذه الأمور والتشريعات والقوانين التي تسن في دولة قطر ما هو أثر هذه التسهيلات والتشريعات والقوانين الموجودة على صعيد ما كانت دولة قطر في مؤشرات التنفسية العالمية الموجودة طبعا الآن المؤشرات فيما يتعلق بالتنفسية لدولة قطر قطر تحتل يعني مرتبة ومراكز عالية ومتقدمة في هذا المجال ما تحضرني وين احنا بالضبط لأن تعرف أنت اليوم التنفسية فيها أكثر يمكن من عشرين أكثر من عشرين قطاع أو جدول منها بحيث أن هذا لكن احنا في المراحل المتقدمة طبعا أنت التشريعات هذه تحتاجها بحيث أنك تأخذ تصنيف أفضل دولي وعالمي تعرف أنت التصنيف الدولي والعالمي هذا يسهل عليك مهمة سواء كانت الدولة في استثمارات في يعني الأغراض من البنوك الدولية أو الحصول على التمويلات من البنوك الدولية في حالة أنك أنت تريد تستثمر سواء في الداخل أو في الخارج بالإضافة إلى أنها تكون محفزة للاستثمار يعني المستثمر الأجنبي للدخول في السوق القطري هذه هي المنظور العام طبعا لها فيما يتعلق بالتنافسية ومثل ما قلت أو كما ذكرت يعني اليوم كل هذه القوانين تحتاج بين وقت ولا وقت تعمل لها مثل ما يسمى بالصيانة مراجعة مراجعة وصيانة تحتاج أنك الصينة بحيث أن تشوفها هل هي تتوافق لما تبدأ أن تطبيقها على أرض الواقع هل تتوافق مع متطلبات يعني المرحلة أو متطلبات ما سوق العمال بنيت له أو ما أسست له هذه القوانين سحي سحي متواصلين معكم محمد العبيدلي ومتواصلين معكم مشاهدين الكرام في حديثنا اليوم عن اقتصادنا الوطني وأيضا قانون الاستثمار الأجنبي وأيضا سنتحدث بعد الفاصل عن الأمن الغذائي والأمن الزراعي في دولة قطر فاصل ونرجع معكم من بعده في برنامج اقتصاد انتظرونا السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ورجعنا معكم من جديد في حلقة حلقتنا في برنامج اقتصاد وحديثنا اليوم مشاهدين الكرام عن الجزء الأول الذي تحدثنا عنه وتحدثنا ومشاهدين الكرام عن قطاع الاستثمار الأجنبي ونعود مرة أخرى في برنامج اقتصاد حيث قطعت دولة قطر شوطا مهما في سياق اهتمامها وجهودها الرامية لتحقيق الأمن الغذائي الموجود في دولة قطر بعد العديد من المراحل التي تم العمل عليها والجد والاجتهاد من قبل الحكومة وأيضا التكامل الذي حدث بين الحكومة والقطاع الخاص دعونا نتابع مشاهدين الكرام أبرز تطورات القطاع المهم من خلال هذا التقرير ونعود لنعلق عليه ونتحدث فيه مع ضيفنا الكريم حظي ملف الأمن الغذائي باهتمام ورعاية خاصة من قبل دولة قطر نظرا لإيمانها بما يمثله هذا القطاع من مكانة استراتيجية حساسة تدفعها للارتكاز إلى مقدراتها الذاتية في سبيل توفير المواد الأساسية لمواطنيها فضلا عن المقيمين على أرضها المعطاء وقد بدأت أولى خطوات الاهتمام الملحوظ بهذا القطاع إبان وقبيل اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008 وذلك حينما قفزت أسعار الحبوب وسائر المنتجات الأساسية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة الأمر الذي دفع دولة قطر حين ذاك لتأسيس شركة حصاد الغذائية التي خاضت غمار الاستثمار الزراعي والغذائي في عدد كبير من دول العالم لتقوم بعد ذلك بتوجيه إنتاجها نحو السوق المحلية موسيقى موسيقى وتزامنا مع زخم النمو الاقتصادي والسكاني للبلاد فقد ازدادت حاجة الأخيرة إلى تعظيم قدراتها في مضمار الانتاج الغذائي المحلي وذلك سعيا نحو تلبية الاحتياجات المتنامية للأفراد والمؤسسات موسيقى وقد اكتسب ملف الأمن الغذائي أهمية كبيرة في عقاب الحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر في صيف العام الفين وسبعة عشر وهو ما دفع مؤسسات القطاعين العام والخاص للمسارعة إلى بناء وبلورة استراتيجيات جديدة من شأنها زيادة العناية بالانتاج الزراعي النباتي والحيواني المحلي وهو أمر انبثقت عنه أيضا صناعات غذائية جديدة بالتزامن مع تضاعف انتاجية المصانع القائمة أصلا موسيقى اليوم باتت دولة قطر أكثر استقلالية في قدرتها على توفير السلع والمنتجات الغذائية لمواطنيها والمقيمين على أرضها فهي تمضي قدما في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات التي لا تخل منها مائدة طعام أحدهم فعلى الرغم من الآثار الجانبية التي تمخضت عن الحصار الجائر غير أنه ساهم في تحفيز المؤسسات الوطنية على مضاعفة والسنفار قدراتها الإنتاجية الغذائية تجسيدا عمليا للقول المأثور رب ضارة نافعة موسيقى إذا مشاهدين الكرام تابعنا موقع دولة قطر وأبرز الجهود الرامية التي تصب مشاهدين الكرام تجاه تنمية هذا القطاع الحيوي والمهم وهو القطاع الزراعي نرجع مع ضيفنا أخي محمد العبيد محمد دعنا نتحدث عن التحول الذي أصاب قطاع الانتاج الغذائي والزراعي في دولة قطر وخاصة في فترة ما بعد الحصار طبعا الأول أحب أني أصلح اللجنة يسمها بما أننا دخلنا على الأمن الغذائي اسم اللجنة الأمن الغذائي والبيئة وليست الزراعي والبيئة لأن الأمن الغذائي أشمل طبعا في هذا المجال الأمن الغذائي اليوم نحن في دولة قطر فهو عبارة عن قرار استراتيجي للدولة يعني بحيث أن يكون كقرار استراتيجي أنت يجب أن تعتمد على نفسك في الإنتاج سواء كان الحيواني أو الثروة السمكية أو الزراعة أو ما يتعلق باللي هو التصنيع القذائي فهذا هي كلها التسلسل المتكامل طبعا إذا بحثنا في المنظومة أو التسلسل الكامل في الأمن الغذائي فهو عبارة عن حاجات كثيرة وأكثر ما رح نتطرق لها هو احنا اليوم نتكلم عن الأمور اللي هي الزراعية والثروة الحيوانية والثروة السمكية والدواجن وقطاع الألبان هذه كلها قطاعات وتشملها قطاعات أكثر طبعا من ذلك وتسلسل بحيث أنك كيف تعطي من البذرة إلى المستحلك فهنا نتمر على أدة مراحل بحيث أنك تصل إلى هذه المنظومة يعني لكن تتصور كنا في السابق ما قبل الحصار أننا نستور التسعين في المئة من قضاءنا ولهذا السبب استخدم يعني هذا السلاح ضدنا والكل توقع أن قطر في خلال يعني حتى اللجانب رح أحطيك القصص التي نحن شفناها سواء كانت في أمريكا أو في كندا أو الوفود التي جاءتنا من أوروبا كلها يعني كانوا يتوقعونا ثلاث أيام أربع أيام ونحن خلاص لأننا ما عندك غذاء ومسكر عندك كل حاجة وما عندك دواء لجان التحقيق يعني عن طريق سواء كانت رجال الكونغرس أو البرلمانات أو الهذا فكانت فيه لجان التحقيق اللي خاصة نحن يوم تقدمنا اللي هو لمحكمة العدل الدولية بالشكاوى هذه فيما يتعلق بالحصار وقطع العلاقة ما بين الأسر والأمور ذي فكانت جاءتنا لجان التحقيق وطلب مننا كثير من الأشياء بحيث أن القطاع الخاص وكيف كان يعني التأثر لتأثر به اللي هو القطاع الخاص في ظل هذا الحصار أنت لك تتصور قبل لا يسألنا أحنا شنه الأمور اللي تمت فكان يسأل شنه الإجراءات اللي خدتوها أنتوا اللي قدرتوا تصمدون أمام هذا الشيء يعني كل اللي كان متوقع لكم دولة صغيرة وكذا مسكر عليكم كل محل فبدأنا نشرح لهم اللي هي كيفية تكاتف وتظافر الجهود وخلق الشراكة الحقيقية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام هنا اللي هي أدت إلى أن كيف نبتدي نطور اللوجستيات ونطور وكيف نفكر فيما بعد أن نصنع أول بداية كيف نصل إلى المصادر الرئيسية اللي هي أنه ممكن تورد لنا كل احتياجاتنا بما أن كانت حتى من الدول اللي هي دول دول حصار يمكن نستورد منها ترى هي كانت عبارة عن ترانزيت بس عندها لوجستيات أفضل من اللي عندنا بحيث أنها تقدر تخزن تقدر تستورد تقدر تصدر ومن ثم نستورد منها فهذه هي الأمور اللي عملنا عليها في البداية إلى كيف خلق لوجستيات ومصادر للحصول على هذه المنتجات كلها فكانت أصعب شيء اللي هي المنتجات الطازجة لأننا نتكلم اليوم في الألبان وفي الحليب كيف أنها كنت لما تستوردها تحافظ على لأن هذه سريعة التلف الخضروات وهذه هي المهمة عندك فكانت أما المعلبات وهذه تقدر تجيبها بالبحر فنضطر أنها كيف تستورد لهذه ما عندك مجال آخر غير أنك تجيبها بالطائرات المثلجة هذا ما عندك مشكلة لكن الطازجة تحتاج إلى حرارة معينة تحتاج إلى معاملة معينة وعنايات معينة إلى أن تصل فكانت هذه من ضمن الأشياء التي قدرنا أن تقلب عليها وكيف بدأنا نستوردها نعم من الأمور التي لاحظناها أن القطاع الخاص الآن يستورد السلع والسوء الزراعية والغذائية من أسواق جديدة أسواق غير يعني اعتيادية كانت قبل الحصار لا تخطر على البال أيضا لكن بعد الحصار وبعد الأشياء التي مرت رحنا إلى أسواق جديدة في آسيا الوسطى في أفريقيا في مختلف الدول تقييم كل هذه التجربة شوف رحنا لكل العالم ليست فقط ما في قارة ما في بلد ما في هذا التي تتوافق مع متطلباتنا لكن ليست فقط الاستراد ركزنا على الانتاج المحلي اليوم قبل كان عندنا نقص في الانتاج خاصة ما يتعلق بالمواد التي هي الطازجة مثل ما قلت لك فهذا كان التركيز بحيث أنها تنتج وتصنع محليا ولله الحم تمت الآن فيما يتعلق بالخضروات وفي نفس الوقت التي هي الألبان والدواجن كلها بل الآن بدنا نواجه مشكلة ثانية نحن الآن ننتج وخاصة فيما يتعلق بالخضروات صار الانتاج أكثر في المواسم أكثر من الطلب فبدأ المزارع الآن يقول لك تعالى وين أصرف بضائتي فالآن ننظر إلى مرحلة أكثر وأفضل بحيث أن يكون في عندك تصنيع وتصدير يعني الحمد لله أن صار عندك الانتاج المحلي تيجي للألبان اللهم لك الألبان اللهم لك الحمد والشكر ومثل ما ذكرت أنت ربع ضررة النافعة فهذه ضررة النافعة تيجي للألبان والحليب واللي هي أصعب شي أنك تقدر أنت تصدرها تستوردها تنتج محليا وعندك اكتفاء تقريبا عندك اكتفاء ذاتي لكن تحت اللي هي المواد الأساسية أنت علشان هذا انتاجك يعني الكبير اللي لازم الآن تدخل فيه تصنيع اللي هي الأجبان والأمور اللي هي يعني التابعة للألبان كلها فالحمد لله تمت هذه الأمور مع الاستراد وتنوع المصادر كلها فنحن باكتفاء ذاتي اللهم دعنا في الختام أخي محمد في سبيل تحقيق الأمن الغذائي لربما كان هناك علاقة وتواصل دائم بين الغرفة ووزارة البلدية والبيئة وأيضا اللجنة التي تعملون معهم باللجنة الفنية لتحفيز القطاع الخاص كل هذه الأعمال وكل هذه الجهات التي تتبع للحكومة في مختلف الأفرع الموجودة كان لها دور مهم وأساسي في توفير كل المتطلبات الموجودة لتحقيق الأمن الغذائي الموجود عندنا شوف الأمن الغذائي الآن نحن صرنا فيه والآن فيه أشواط طويلة أخذنا فيه ما يتعلق بالأمن الغذائي بالإضافة إلى الآن فيه استراتيجية للأمن الغذائي في دولة قطار والآن تقريبا يمكن أوشكت على أنها ينتهون من وضع هذه الاستراتيجية ومن ثم تطبيقها كاستراتيجي للأمن الغذائي متى ما يكون الأمن القذائي قرار استراتيجي لدى الدولة فتعتبر أنت مما معناها القرار الاستراتيجي هو مثل ما عندك أنت كوزارة ولا كوزارة الدفاع تحتاج إلى هذه الأمور أنها تتوافر لديك بحيث أنك تحمي نفسك كأمن قذائي متكامل فمتى ما احتجت لها أنت تقدر تخدم نفسك وتقدر تخدم فيها الآخرين الجهود التي تحققت أنها خلقت شراكة حقيقية ما بين الطرفين بين الحكومة وبين القطاع الخاص إلى والله الحمد وصلنا إلى هذه النتائج التي الآن الكل يراها على الأرض الواقع في الختام أخي محمد نصيحتك للراغبين في الدخول في قطاع الاستثمار في مجال الزراعة أو الصناعة الغذائية والله أنا نصيحتي لهم بحيث أنهم يعملون دراساتهم والأهم من الدراسات لما تدخل أنت في ما يتعلق بالزراعة أو الثروة الحيوانية يجب أن تكون صاحب مهنة صاحب مهنة في هذا المجال يعني الإنسان الذي بس يعتقد نفس أنه سيدخل كمستثمر بدون ما تكون لديه خلفية سواء كانت في الزراعة أو في الثروة الحيوانية أو السمكية أو الدواجن أو لهذا فهو هنا يعرض نفس لمخاطر يجب أن يكون صاحب مهنة وصاحب اختصاص في هذا المجال هذه النصائح لهم جميعا بحيث أن لما يبدأ ما تعرض هذا البداية لخسائر إن شاء الله نعم نحن في الختام في ختام برنامج اقتصاد مشاهدين الكرام ليس نشكر سيد محمد بن أحمد العبيد لعضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة في الغرفة ألف شكر أخوه محمد الله يحييك الله يحييك مشاهدين الكرام وصلنا للختام في برنامج اقتصاد شكرا لحسن المتابعة ونلقاكم على خير الأسبوع الجاي إن شاء الله يوم الأثنين الساعة التسعة المساء مع السلام شكرا للمشاهدة